شدد مصدر رفيع المستوى على أن مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي في محور فلادلفيا ومعبر رفح جنوبي قطاع غزة بشكل قاطع هذا وأضاف المصدر أن استمرار الحرب الحالية واحتمالية تتوسعها إقليميا أمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول لاتفاق هدنة وأنها تسعى لفرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية